في حسابات مجلس الأمن الدولي حسمت مسألة ترسيم الحدود بين العراق وجارته الكويت بقرار عام 1991 لكن في الحسابات العملية في العلى الأرض ظلت عقدة الترسيم متأرجحة على سلم العلاقات بين بغداد والكويت ولم ولن تكن مؤثرة على الصياغة الدبلماسية في تعزيز التعاون بين البلدين إلا أنها قضية يبحث طرفان عن إغلاق صفاحاتها بالاتفاق على النقاط الحدودية المثيرة للقضية العراق من جانبه يبحث عن حل لا يؤثر سلبا على مياه الاقتصادية خاصة أنه بحاجة لعادة الاعمار والاستقرار وبالنسبة للكويت فهي تبحث عن الانتهاء من فصل شائك لكن بما يخدم مصالحها العليا وفق صوت نيابي تطرق إلى قضية في حوار برلماني كويتي جديد وتعود المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 البحرية نقطة خلاف كبيرة بين البلدين لا سيما مع الخلاف العلني حول منطقة فشت العيج وهو الاعتراض العراقي على التصرفات الكويتية من جانبه يرى باحثون أن الحل يكون بتعاون الدولتين خاصة فيما يتعلق بالمجال البحري لافتين إلى أن منطقة شمال الكويت يمكن أن تكون ذات بعد اقتصادي كبير تعود بالمنفعة على البلدين اقتصاديا وسياسيا أما ما بعد ذلك فتبدأ المنطقة غير المرسومة من العلامة 135 وتنتهي بالعلامة 162 وتعد منصفة لخور عبد الله وعن طول الشريط الحدودي غير المرسوم بين البلدين يعلق خبراء بالتكيد على المناطق المختلف عليها لا يمكن تحديد طول الشريط الحدودي فيها من قبل أي مهندس إذ يعتمد على المتغيرات المقابلة للسواحل وصولا إلى منطقة وسطية بين البلدين